موسيقى جاءت فكرة الدراسة بناء على الري الفيضي التي عقدت بولاية كسلة في أبريل عام 2015 في شكل توصيات اقترحها المنتفعين من مشروع القاش الزراعي لإيجاد حلول علمية من أجل تحسين إدارة المياه على مستوى الحقل وزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الري بمشروع القاش الزراعي بدأت الدراسة فعليا في مايو عام 2015 حيث وقع الاختيار على منطقتين للدراسة تمثل كل منهما طبيعة مشروع القاش الزراعي رصدت كميات المياه الواردة لكل منهما ومتابعة التغيرات في معدل المحتوى الرطوي للتربة طوال الموسم خلصت الدراسة إلى أن السبب الرئيسي في ضعف إدارة المياه داخل الحقل ناجمة عن الكيفية التي يتم بها تقسيم المساحات الزراعية والتي لا تتوافق مع طبيعة إيراد نهر القاش ذات التذبب العالي من حيث الإيراد وطول فترات الجيريان بناء على مخرجات الدراسة اقترحت تعديلات في نظام الرئي المتبع في مشروع القاش الزراعي والتي أجريت في ختام فعاليات الورشة الختامية لمشروع تسخير الفيضانات بالقاش في ديسمبر الماضي وسط تأييد واسع من منتفعي نهر القاش وجمهور الحضور من إدارة المشروع وممثلي روابط المزارعين بالقاش ومشاريع الرئي الفيضي الأخرى بدأت الترتيبات على قدم وساق وبسعي جاد لتدليل كل الصعوبات برغم الضيق الزمن للإيفاء بالوعود وإنزال التعديلات على أرض الواقع في الموسم الحالي بالتعاون مع إدارة المشروع وقع الاختيار على مزقى 14 شرق كمنطقة للدراسة التي ستجرى عليها التعديلات المقترحة والذي تقدر مساحته بحوالي ألف فدان وبالتعاون مع إدارة وحدة طرويد القاش وقسم التصميم بإدارة المشروعات بوكالة الري صممت الترعة المقترحة للري التي من شأنها إمداد النصف الشمالي من المزقى والتي ستغطي احتياج 500 فدان من المياه خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً أما بالنسبة للنصف الأمامي وهو النصف الجنوبي المحازي لترعة تقرار فقد نفذها الدار على مجرى ترعة تقرار لرفع مناسيب المياه عند الأمام لتساهم في توفير كميات المياه المطلوبة للري من خلال فتحات وزعت بصورة تضمن توزيع المياه داخل الحقل بصورة جيدة رصدت المياه الواردة للحقل طوال فترة الري وبإشارة من إدارة تفتيش كسلا في اليوم الثامن فقد أوقف الري عن مزقى 14 شرق في اليوم العاشر مع توزيع متجانس للمياه خلال مساحات الحقل المختلفة بإشادة من المزارعين والإدارة الأهلية بالرغم من أن الفترة المخصصة والتي كانت 15 يوماً لم تكتمل بعد وزعت 40 نقطة داخل المزقى لمعرفة كيفية توزيع المياه داخل الحقل من خلال جمع عينات من التربة وتحديد المحتوى الرطوبي لكل نقطة خلال ثلاثة أعماق مختلفة على طول 90 سنتمتراً والذي حدد كعمق تطبيقي يتم من خلاله معرفة إذا ما تم تقطية حوجة الذرة الرفيعة المزروعة بالحقل أم لا جمعت عينات التربة في موسم الجفاف لتحديد المحتوى الرطوبي ومقارنتها بقيم المحتوى الرطوبي الأخرى في فترة ما بعد اكتمال الري وحتى الحصاد ومن خلال الملاحظات الحقلية وجد أن كل العمق التطبيقي قد ارتوى فعلياً بعد عشرة أيام متواصلة من الري كل المؤشرات تشير إلى وجود تجربة واعدة نرجو أن تكلل بالنجاح حتى تعم الفائدة لتحسين نظم الري وزيادة الإنتاجية وتحسين سبل المعيشة في مشروع القاش الزراعي موسيقى اشتركوا في القناة